موسيقى مساء الخير الشمس تشرق من دمشق بعد أن أشرقت سابقا من موسكو وطهران هذا ما يبدو عليه الحال بعد بيان ما يسمى مؤتمر مثاق دمشق الوطني الذي يهدف حسب وصف موراويجي إلى بناء الإنسان السوري والعقد الاجتماعي على أساس التعريف الدقيق للانتماء الدمشقي بجذوره الوطنية بصورة لا تخرج من إطار أمراض المناطقية التي أسس لها نظام الأسد منذ وجوده فإلى متى ستستمر المعرضة في الخياطة بعيدا عن مسلة الشعب السوري هذا سيكون محور نقاشنا الأول في المحور الثاني سنتحدث عن حملة الاعتقالات التي تقودها ميليشيا النظام في درعا بحق كل من صدق روايات المصالحة والضمانات الروسية لكن جديدها هذه المرة هو اعتقال كبار قادة فصائل المصالحات فأين هي الوعود والضمانات الروسية وكيف تحول حض الوطن إلى أقبية المخابرات والشبهة حلقة جديدة من هنا سوريا أهلا بكم أهلا بكم مجددا شهدت العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسبوع الماضي اجتماعا لعدد من المعارضين السوريين الذين أكدوا على ما أسموه انتماءهم الدمشقي وأطلقوا رؤيتهم الجديدة لحل الوضع في سوريا تحت اسم ميثاق دمشق الوطني الذي رآه الكثير من المراقبين مخالفا لتطلعات الشعب السوري في الكثير من بنود هذا الميثاق المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمود فايز سبع سنوات وأكثر مرت على انطلاق ثورة السورية التي صدرت دروسا سياسية ودبلوماسية تعلم منها الجميع وفي كل المجالات باستثناء المعارضة السورية المعارضة التي لم تمل من الدوران حول نفسها بذات الحلقة تطلق مبادرة جديدة يرعاها صاحب نظرية ستشرق الشمس من موسكو الشيخ معاذ الخطيب وأصدقائه الموقعون على تأسيس ميثاق دمشق الوطني الميثاق الذي تحدث بلهجة مناطقية تختلف كل الاختلاف مع تطلعات الشعب السوري ووحدة كلمته فتخصيص الدمشقيين في الميثاق دون غيرهم من أبناء المحافظات السورية الأخرى أثار استنكار العديد من المتابعين من اعتبروا أن الميثاق لن يحقق أي نجاحات تذكر باعتباره لم يتحدث بلسان جميع السوريين الكارثة الأكبر في الميثاق الأخير وبيانه تجسدت وحسب متابعين بأهدافه التي نادت بخروج العناصر الأجنبية من سوريا دون تحديد هذه العناصر ودون التطرق لوجود دولتين تحتلان الأرض والقرار في سوريا والحديث هنا عن الاحتلال الروسي والاحتلال الإيراني نحن فقط دورنا هو إعانة شعبنا استمرار المعارضة على تبني الأفكار القديمة والمطالب السطحية كطلب إصدار قانون أحزاب والعمل على إعادة بناء اللحمة الوطنية دفع البعض لوصف أعضاء ميثاق دمشق الوطني بأنهم لا يمثلون دمشق ولا يمثلون سوريا ولا الثورة إنما يمثلون أنفسهم فقط فهل سيكتب القدر على السوريين أن يروا معارضة تمثلهم وتطلعاتهم بدلا من التمثيل عليهم حول هذا الموضوع تنضم إلينا الدكتورة سميرة مبيض الأكاديمية والكاتبة السياسية وأيضا هي عضو مؤسس في ميثاق دمشق الوطني تنضم إلينا من باريس ينضم إلينا أيضا الكاتب والمحلل السياسي حسن النيفي معنا من غازي عنتاب والناشط السياسي مروان العش معنا من بريمن مساء الخير وأهلا بكم جميعا أبدأ معك دكتورة سميرة يعني ما المبرر الذي دفعكم لتوجيه الدعوة للدمشقيين دون غيرهم البعض يشعر بأنه ما قدمتموه هو بسبب شعوركم بأنه الهوية الدمشقية يعني مهددة هل فعلا تشعروا بذلك؟ مساء الخير للجميع مساء الخير للمشاهدين أيضا وطبعا بداية أشكر قناة أوريانت يعني للإضاءة على هذا الأمر المهم ومحاولة إزالة اللغة واللبس الذي حصل حوله طبعا ميثاق دمشق الوطني لا يتوجه بشكل خاص فقط إلى دمشقيين بل هو موجه إلى السوريين جميعهم لكن يوجه من انطلاقا من مدينة دمشق كونها لعدة أسباب كونها بداية تمثل التعددية السورية من حيث التعددية القومية الأثنية والمذهبية وأيضا من حيث كونها تمثل تعددية في المناطق فهي تضم سكان من جميع المناطق السورية من هذا المنطلق عد الميثاق دمشق كمرتكز لانطلاق أو لإطلاق ميثاق دمشق الوطني الذي يوجه فيما بعد لجميع السوريين النقطة الثانية التي دعت إلى إطلاق ميثاق دمشق الوطني بأسماء شخصيات دمشقية هي أن النظام لطالما ادعى ويدعي ويستمر بالإدعاء بأن أهالي هذه المنطقة أي دمشق وريفها يدعمونه ويدعمون وجوده وهذا أمر بعيد تماما عن الصحة فبالتالي أيضا من الأهداف الرئيسية لهذا الميثاق هو ضحض هذه الإدعاءات يعني بإدعاءات النظام دكتورة سميرة يعني النظام إلى هذه اللحظة يدعي بأنه يعني كل الشعب السوري يدعمه ويقف إلى جانبه ليس فقط الدمشقيين وإنما أيضا الحلبيين والحمصيين واللاذقيين وما إلى ذلك الجميع ولكن السؤال هنا يعني ما هو المختلف اليوم في هذا الميثاق ما هو المميز في هذا المؤتمر وخصوصا أنه خلال سنوات الثورة السابقة إلى هذه الساعة يعني ظهر العديد من المؤتمرات وظهرت العديد من المواثيق بعضها تحدث بلهج طائفية كان يعني سبق يدعو العلويين للتجمع مع بعض اليوم نتحدث عن الدمشقيين لكن الاسم يعني هو عنصر يجذب أو ينفر ما هو الجديد في هذا الميثاق الذي تقدمه اليوم؟ نعم في الحقيقة الاسم هو ميثاق دمشق الوطني وليس ميثاق الدمشقيين فهناك يعني وضوح بشكل كامل في الاسم بأنه موجه بشكل وطني بالإضافة إلى أن الميثاق بحد ذاته ونحن هنا لا نتحدث عن البيان لأن الكثير للأسف من الانتقادات التي وجهت للميثاق وجهت للبيان الاعلان عنه وليس الميثاق بحد ذاته وكما نعلم يعني أي مجموعة لديها عدد كبير من الأولاق يعني بيان الاعلان دكتورة سميرة أليس هو نقطة البداية على أقل تقدير بالنسبة لهذا المؤتمر بيان الاعلان عن المؤتمر يشير بوضوح في السطر الأول أن المرجعية لهذا المؤتمر والمرجعية لهذه المجموعة هي ميثاق دمشق فالأحرى بداية لمن يهتم بالموضوع هو قراءة الميثاق بأبوابه السبع لمن يهتم ويريد إصدار الحكم أما لمن لا يهمه الأمر فهو سيكتفي بقراءة بيان من عدة أسطر أو من صفحة واحدة وانتهى الأمر أعود لسؤالك وهو هام جدا حول التوقيت في الحقيقة التوقيت اليوم اليوم مدينة دمشق وريفها بالكامل تخضع لسيطرة والاحتلال النظام بالإضافة إلى وجود ميليشيات خارجية فيها وتخضع الاحتلال بالكامل وبالإضافة أيضا للقمع الممنهج الممارس فيها منذ بداية الثورة والذي كان نعلم جميعا كيف كانت تواجه المظاهرات في مدينة دمشق وشدة القمع التي كانت تواجه بها نعم طيب أستاذ مروان مساء الخير وأهلا لانضمامك أنت حضرتك كنت من الأشخاص يلي كانوا ضمن هذا الميثاق وانسحبت مؤخرا يعني بعد 48 ساعة من الإعلان تم إعلان انسحابك حدثنا أكثر أستاذ مروان يعني بداية عن مشاركتك يعني ما الذي دفعك للمشاركة وأيضا ما الذي دفعك للإنسحاب شكرا مساء الخير أعطيكم العافية أهلا أنسح أول شيء أعقب على التقرير الذي أعده الزميل بالأوريانت في تعابير يفترض نحن نوقف عنده أول شيء نحن ثوار لسنا معارضة لا يوجد هناك معارضة سياسية في سوريا ومن يقول هناك في معارضة يخطئ كثيرا لأن المعارضة تكون في حكم ديمقراطي في حكم شعبي في حكم بشكل ما لكن أن نقول عنا معارضة لسنا معارضة وأنا لست معارضة أنا ثائر هاي رقم واحد رقم اتنين نحن أبناء الثورة السورية العظيمة علمتنا التجارب طبعا في عنا نحن ما بندور حول أنفسنا ولم نمثل على أحد رقم اتنين هذا الميثاق الوطني الدمشقي لا يرعاه لا شيخ ولا غيره عبارة عن مجموعة أشخاص وطنيين عندهم حس وطني حس ثوري اجتمعوا لإنجاز عمل ما سياسي اجتماعي طيب بناء على التعددية السورية اللي حكيت عنا الأخت السيدة سميرة فكان الانطلاق من السجادة السورية السجادة السورية يجمعها شيء كثير بين كل السوريين دمشق جزء انطلقنا من الجزء اللي هو رمزية العاصمة رمزية دمشق رمزية دمشق كتاريخ وإرث حضاري هلا أنا شاركت صفتي في الأولى نميز بين نقطتين نميز بين الميثاق الحاوي على كثير من النقاط الإنجابية ويحتاج إلى تطوير بما يحضي السوريين ونميز بين البيان البيان الذي صدر حضرتك انسحبت من البيان ولا من الميثاق أستاذ مروانيا لحتى ما يكون فيه لغط فيه لهذا الموضوع عفوا أنا انسحابي من البيان من البيان نعم يعني حضرتك بعدك عضو في ميثاق دمشق الوطني لا انسحبت من ميثاق دمشق لأني انسحبت من البيان والبيان يعبر عن الميثاق الميثاق واضح يحتاج إلى تطوير نعم والبيان وقع في مطبات تحتاج إلى تصحيح نحن سوريين كلها يتنا بالأصل وبالتالي فانتماء الدمشق لا يضغى على انتماء السوري الوطني أنا رجل ديمقراطي أؤمن بالآخر أؤمن بأن كل السوريين يجب أن يشاركوا في ميثاق بدأنا من دمشق وهذا الميثاق بدأ من دمشق ويجب أن نستمر مع الباقي هناك تجمعات أخرى ظهرت ماذا قدمت يا أستاذ مروان هذه التجمعات الأخرى يعني اليوم السوريين المتواجدين في الشمال السوري يسألوا بكل وضوح ماذا يقدم هذا الميثاق بالوقت الذي لا تمتلك فيه لا هذا الميثاق ولا غيره من أي تشكيلات تانية آليات لتنفيذ البنود الموجودة في هذا البيان أو فيما سبقه من بيانات يعني لا نحدد في هذا الموضوع ليس هناك أي جهة تنفيذية سيدتي الكريمة طبعا العمل السياسي عمل ذو نفس طويل عمل خطوة خطوة يبني على شيء نحن نبني من خلال ما أمرأ معنا من الثمانية السنوات تجربة عظيمة وصعبة وندفع ثمنة ضحايا وندفع ثمنة كثير جدا من السوريين لكن بنأكد على شغلة أنه نحن الميثاق افتقد أربع نقاط رئيسية اللي هي التأكيد على التمسك بثوابت ومبادئ الثورة طيب يا أستاذ مروان اسمح لي العمل السياسي الصحيح والنفس الطويل الذي تتحدث عنه والذي يجب أن يكون قد تعلم منه سوريين ثوار في الداخل والخارج يقتضي أنه لا نقع في نفس المطب أو المطبات التي وقعنا بها سابقا هل أتى هذا الميثاق بجديد؟ نعم 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 يا سيدتي الميثاق حدد انتماء دمشق أولا بدمشق الكبرى دمشق العاصمة محيطة ثم الانتقال إلى باقي المدن السورية هذا شيء واضح ولن يكون على مستوى دمشق هناك تجارب أخرى كثيرة قامت بإعلان دمشق بالتشكيلات سياسية أخرى أي حزب أو أي مجموعة هذا مجموعة سياسية اجتماعية انطلقت من دمشق نعم نعم طيب يعني طيب أستاذ مروان لماذا انسحبت؟ طيب انسحبت لأنه في مجموعة نقاط لم يرعي هالبيان وحسي الثوري وانتمائي للثورة يفرض عليه أن انسحب إذا لم تعدل هذه النقاط طيب ما هي هذه النقاط؟ نعم ما هي النقاط أستاذ مروان؟ اللي هي أربع نقاط تأكيد على التمسك بثوابت ومبادئة الثورة السورية العظيمة بإسقاط النظام الدكتاتوري الحاكم في سوريا وطبيعته الإجرامي بحق السوريين وبنيته الاستبدادية الغير قابل للإصلاح اثنين التأكيد على انتهاكات النظام بحق كل السوريين سياسيا واتصاديا واجتماعيا وأن لا حل إلا بالانتقال السياسي الناجز من الدولة الاستبدادية البوليسية إلى دولة المواطنة وفق بيان جنيف واحد وحزمة القرارات المرفقة كمرجعية لإقامة دولة طائفية لإقامة دولة لا طائفية لكل السوريين نعم الثلاثة التأكيد على محاسبة المجرمين والقتلة وهذا أغفل البيان للأسف يعني عبارة عن خطأ فني أعتقد أنا ما بحمله أكتر مزاري التأكيد على محاسبة المجرمين والقتلة من كل القوى العسكرية والميليشيات خاصة جيش النظام ومخابراته وحلفائه الروس والإيرانيين والمرتزقة من كل وكل من قتل سوري وملاحقتهم دوليا وفق الولاية العامة للبروتوكول الأمم المتحدة ووفق الولاية العامة للقوانين في الدول الأوروبية ألمانيا فيها ولاية عامة تقدر القانون الألماني أو النمسوي أو السويدي بيجيب مواطن سوري بجريمة ما مدعي عليه طرف سوري في ألمانيا بيقدر يجيبه لألمانيا ويحاكمه أو بيقدر يطلع له طلب أن تربوه الدولي تحرك برات سوريا بإنجاب وهذا أملنا نحن بملاحقة المجرمين لا يظن المجرمون مستقبل أنهم ينفدوا بجريمتهم كل ما قتل سوري مهما كان جيش النظام الميليشيات المرتزقة الداعش النصرة الفصائل المتطرفة أي قتل نفس سوريا سيلاحى وعملنا نحن كحقوقيين وكسياسيين وكسوريين أولا أن نتابع هؤلاء لن يموت حقا وراء مطالب الفقرة الطابعة التأكيد على أن لا اتخابات ولا دستور ولا إعمار ولا عودة لاجئين إلا بعملية الانتقال السياسي خطوة اقتقرات الأممية وبإشراف وتنفيذ أموي وتعويض الضحايا وعائلاتهم والمتضررين هذه الأربع نقاط أنا إذا حطت بالبيان بميساق أو بأي بيان أو بأي ميثاق أو بأي ورقة سورية أنا أبصم بالعشرة عليها طيب أستاذ مروان هذه النقاط التي تحدثت عنها هذه لا تسقط سهوا كما ذكرت أو بخطأ فني هي ذمانة موجودة في البيان فمن الممكن أن ميثاق دمشق لا يؤمن بها لا لا ميثاق دمشق الأشخاص لا أشك بوطنيتهم الموجودين بالميثاق ومن واقع لا أشك بوطنيتهم لكن كان في ظرف ما ربما يعني أنا كنت بعيد عنه أشاركت أنا بالمؤتمر اللي عقد بباريس من خلال سكايب أنا كنت ببرلين وأشارك آخرين من البحرين ومن مناطق أخرى يعني كان في عبارة عن صعوبات فنية بالتواصل أو كذا ربما نحن كتبنا هذا الكلام لكن الأخي نسق البيان ما أعطاه الاهتمام الكافي من وجهة نظره لكن إذا بيرجعوا هدولي على البيان نحن جاهزين نكون معه ومع كل سوري طيب أستاذ حسن يعني خطأ فني عدم ذكر أنه الإيرانيين والروس هم محدلين خطأ فني عدم تأكيد على ثوابت ثورة بإسقاط النظام وما إلى ذلك وعلى ما يبدو أنه خطأ فردي أيضا يعني كما يذكر الأستاذ مروان بأنه من الممكن احتمالات يعني كما ذكر أنه اللي صاغ هذا البيان من الممكن أنه يعني ما أحط هذه النقاط كيف ترى هذا النوع من البيانات وأيضا يعني ما رأيك بهذا النوع من المؤتمرات اليوم والإعلان عنها نساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولجميع أستاذ المشاهدين هذه الورقة التي ظهرت وتدعى ميثاق دمشق الوطني لعلها ليست المبادرة الأولى أو الورقة الوحيدة فهناك الكثير من المشروعات المشابهة منذ عام 2016 وحتى الآن تتتالى لكن مخرجات كل هذه الأوراق وكل هذه التجمعات تكاد لا تختلف عن بعضها البعض من حيث المضمون ولكن على أي حال يربط بين هذه المنتجات جميعها بما فيها ورقة التي تسمى ميثاق دمشق الوطني ما يجمع بينها هو سمتان أساسيتان السمة الأولى هو حالة الفشل التي تسمت بها المؤسسات الرسمية للمعارضة السورية وخاصة الائتلاف وقبله المجلس الوطني وحاليا هيئة التفاوض أو هيئة أستانا في ضوء فشل هذه الكيانات الرسمية جعلت جميع السوريين في حالة هي أشبه بحالة اليتم السياسي فالجميع يبحث عن مظلة بديلة وأعتقد هذا شعور مشترك وحق عام كشكل من أشكال الحراك المدني السمة الأخرى أن جميع هذه الأوراق وهذه المبادرات تحاول القفز فوق الإشكالية الأم الإشكالية الأم هي كيف نزيل نظام بشار الأسد هي تتجاوز هذه الإشكالية لماذا تتجاوز هذه النقطة برأيك أستاذ حسن؟ وتطرح فروحات لا يختلف عليها السوريون لماذا تقفز فوق هذه النقطة؟ سيدتي دعيني أكمد لو سمحت فضل نعم نعم يعني هي لا تطرح بدائل أو مثلا لو أنها تطرح أساليب جديدة للنضال من أجل إسقاط النظام أو التفكير في آليات نضالية جديدة للسوريين على المستوى السلمي على المستوى المدني لإسقاط النظام وإنما مضامين هذه الأوراق تتحدث عن مرجعية جنيف تتحدث عن ضرورة الفراج عن المعتقلين السياسيين تتحدث عن مثلا مستقبل الدولة السورية وضرورة المواطنة والتعددية السياسية وتشكيل الأحزاب السورية يعني هذه الأمور أعتقد لا يختلف عليها السوريون كثيرا هذه الأوراق جميعها بما فيها هذا المثاق لا يلامس أو لا يحاول مقاربة أو جاع السوريين الحقيقية مقاربة لازمة وإنما يحاول القفز فوق الإشكاليات وهذه الحقيقة ظاهرة تعبر عن عجز عام أنا لا أتهم أحدا ومع احترامي لكل القائمين على ميثاق دمشق الوطني ولا أتوسن فيهم إلا كل خير ولكن نحن نتحدث عن ظاهرة ما يطلق على هذه الظاهرة أيضا يمكن إسقاطه على هذا الميثاق هو حالة من العجز هذه الحالة من العجز عن مواجهة الإشكالية الحقيقية هي تجعل الناس تعود إلى الحواضن المنطقية والحواضن الجغرافية الضيقة وهذه حقيقة هو نوع من ارتكاس في الوعي الوطني السوري نعم دكتورة سميرة حضرتك أن صحبتي سابقة من هيئة المفاوضات وباقتبس من كلامك بتصريحات صحفية قلت أن هي هيئة معطلة وليس لها أي قرار أو تأثير على قرار الوفد المفاوض ولا صلاحية مثبتة لأعضاء وما إلى ذلك بتعرفي حضرتك شو قلت هل بتشوفي اليوم أنه ميثاق دمشق من الممكن أن يقدم ما رفضتي سابقا بانسحابك من الهيئة هل بتشوفي أنه اليوم ميثاق دمشق من الممكن أن يقدم للسوريين حالة مغايرة ومن الممكن أن يكون بمثل السوريين ويطرح حالة مختلفة وجديدة نعم بالحقيقة ميثاق دمشق الوطني مثل كافة المبادرات السورية الحالية التي تسعى إلى عقد مؤتمر وطني جامع وهو يدعو إلى ذلك وفي نفس الوقت وفي هذه المرحلة ومنذ عدة أشهر كما تفضل الزميل هناك مبادرات سورية هذه المبادرات تعني أن السوريين لم يستسلموا لعدم وجود أي دور لهم بالشأن السوري وهذا ما حصل حقيقة نرى الاجتماعات الدولية تتم دون سوريين القرارات تأخذ دون اتخاذ رأي السوريين فبالتالي هناك إخراج للطرف السوري من المعادلة وهذا ما يرفضه السوريين عبل هذه المبادرات وميثاق دمشق الوطني أيضا بدعوته إلى مؤتمر وطني جامع هو يدعو إلى إيجاد حراك جديد أريد الإشارة إلى النقاط وهي نقاط هامة التي أشار إليها السيد مروان وهي موجودة ضمن الميثاق ليس بالتفصيل الذي أشار إليه لكنها موجودة على سبيل المثال المطالبة بالعدالة الانتقالية موجودة في الباب الرابع من الميثاق طيب أنتو نشرتوا البيان يعني هذا ما بيشوفي أنه الناس يعني إذا بدك تتوجهي للسوريين لو سبحتي فقط يعني هذا الميثاق إذا عن يتحدث باسم السوريين ما من حق السوريين أنه هنان يطلعوا على كل هذا البيان على أقل تقدير لحتى يختاروا إذا هنان بيقدروا ينتبوا لألون أنت لما بيصدر هذا البيان هو البيان المختصر يلي انتشر يعبر البيان عن مداخل الميثاق نعم البيان يقول أن مرجعيته ومرجعية المؤتمر ومرجعية المجموعة هي الميثاق والميثاق مرفق بكل الصفحات التي نشرت البيان من أعضاء المجموعة وصفحة رسمية وليس طبعا عند صفحات على صفحات تواصل الاجتماعي الأخرى طبعا أشار السيد مروان إلى تفاصيل قانونية نحن لسنا اختصاصيين فيها لنطرحها لكن الميثاق قابل للتطوير وقابل إضافة هذه الأمور بوجود اختصاصيين قادرين على إتمامها بالإضافة إلى ذلك فإن الميثاق يحدد بشكل واضح موقفه من النظام وذلك أيضا في الباب الثاني على ما أعتقد في باب الثاني تماما من الميثاق يؤكد بحتمية إسقاط النظام وبحتمية التغيير السياسي والعبور إلى دولة ديمقراطية لكن آلية هذه المرحلة الانتقالية أيضا لم توضع بالتفاصيل طبعا هذه لم توضع بالتفاصيل وهو بخطوات أولا ما أهمية هذا الميثاق الوطني أو ميثاق دمشق الوطني تتحدث عن سعي لمؤتمر جامع ما هي آليات ما هي وسائل يعني لماذا اليوم نسمع عن مؤتمرات ونرى تغطيات صحفية وما إلى ذلك لكن ما في دكتورة سميرة أي نتائج حقيقية على الأرض يعني هذا المؤتمر في باريس ولكن الشعب السوري الحقيقي الذي يعاني هو في إطلب أو في الشمال السوري أو في ريف حلب لماذا لا تنتقل هذه المؤتمرات إلى هناك على أقل تقدير لماذا ذكر الاحتلال الإيراني والروسي هو بحاجة لليجان قانونية لماذا يتم تعقيد هذا النوع من المؤتمرات بدلا عن تبسيطها وجعل شعبها حقا طيب عذرا أنا لم أقل طبعا أنا لم أقل أن أذكر أنواع الاحتلال أو استسمية الاحتلالات تحتاج إلى الجان قانونية قلت فيما يتعلق بما تفضل به سيد مروان حول المعتقلين أما الاحتلالات فهي واردة بالقوى العسكرية الخارجية لماذا علي أنا أن أحدد لدينا عدد كبير جدا من القوى العسكرية الخارجية موجود في سوريا لا يتعلق الأمر بدولة أو إثنتين علينا أن نشمل جميع هذه الدول التي تتواجد فيها القوى العسكرية على الأراضي السورية هلأ من الممكن مقارنة القصف الروسي بأي وجود تاني غربي موجود على الأرض في سوريا هناك حالة من المفارقة كبيرة جدا يعني روسيا استخدمت الخراطين في مناطق سوريا أنا لا أقارن نحن في مثاق وطني جامع انطلاق ومثاق دمشق الوطني يعني بكافة السوريين ويتواجه لكافة السوريين وبالتالي فإن أي قوى خارجية مرفوض وجودها على الأراضي السورية لا أعرف إذا كنت تخالفين أم توافقين بهذا الرأي وأيضا الزملاء فبالنسبة لأي قوى خارجية وبالنسبة للمقاين على المثاق القوى الخارجية هي قوى خارجية عسكرية ميليشيات طائفية ميليشيات مرتزقة جميع هذه القوى يجب أن تخرج من الأراضي السورية بغض النظر عن مسمياتها حقيقة وبالتالي ارتأينا أن تسمية دولة أو دولتين أو ثلاثة أو أربعة لن يكفي ولن يكون كافيا فنحن لدينا قوى موجودة من أكثر من عشر دول خارجية على الأراضي السورية وجميعها معنية بالحال الذي وصل إليه الأمر في سوريا بشكل أو بآخر طبعا أنت تدخلين في المفاضلات والتناسبية أنا أقصد بشكل عام ما الذي أوصل الشعب السوري لهذا الحال ما الذي أوصل بسوريا إلى هذا الحال طبعا بالإضافة إلى ما تفضل به الزملاء من فشل في المعارضة لكن لدينا هذه التدخلات الخارجية التي يجب أن يوضع لها حدود وضوابط بشكل تضمن خروج هذه القوى كافة من سوريا هذا الأمر أعتقد أن أي سوري طبعا لا ضمن آليات تنفيذ سيتم التوافق عليه وسيتم أعلانه ولكن هذا الأمر يحتاج إلى جهود طويلة المدى وجهود اختصاصين نحن بدأنا في العمل بطرح آليات جديدة أساسا آلية العمل انطلاقا من مرتكز محلي نحو مرتكز سوري وطني أوسع منه وشامل هي آلية جديدة لأن الإديولوجيات التي رأيناها في السنوات الماضية للأسف كانت إديولوجيات بعيدة عن هذا المنهج الوطني كانت إما إديولوجيات سياسية عفى عليها الزمن ولم تكون موجودة وإما إديولوجيات دينية أيضا بعيدة عن الثقافة السورية فبالتالي نحن نطرح هنا آليات جديدة بالانطلاق من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني وهذا انطلاق سليم تماما ولا يعنى بالمناطقية بأي شكل من أشكال ولا يتوجه بمناطقية وهذا أيضا لمن يقرأ الباب الثاني من الميثاق يجد أن الانتماء الدمشقي ليس انتماء لمدينة دمشق وليس هم مواليد مدينة دمشق بل هو من يؤمن بأن مدينة دمشق تمثل وجه سوريا المتعدد وترتبط ببعدها الحضاري والتاريخي فدمشق هي مدينة متحضرة منذ آلاف سنين من أقدم المدن المتحضرة وهي مدينة أيضا استقبلة تعداد كبير من الهجرات ومن سوريين وهي مدينة الأقدم المأهولة بالسكان واليوم واليوم اسمحي لي أن تقلل الأستاذ مروان في المناطق المحررة في الشمال السوري في ريف حلب الغربي وما إلى ذلك وهل فعلا هذه الأطروحات أو الآليات التي تتحدث عنها هي قادرة على تحقيق أي شيء أو نتائج على الأرض أو على صعيد المجتمع الدولي أو على صعيد تمثيل السوريين طبعا بعد ثماني سنوات من الثورة يجب أن نكون تعلمنا وتعلمنا الكثير الخطوات والمبادئ التي وردت في النساء تحتاج إلى تطوير وأي ورقة لا تطور نفسها مع المستجدات ومع الزمن ومع الواقع الراهن مشكلة سوريين موجودين دمشقيين موجودين مهجرين بالشمال السوري في عنا 300-400 ألف دمشقي من دمشق وريفة موجودين بالريف الإدلبي بكل ما قصروا الأهالي بإدلب باستقبالهم وبإعانتهم كسوريين فنحن لم يعقد المؤتمر أنا ما عم بحكي باسم المؤتمر عم بحكي باسم الشخصي المؤتمر كان بظروفه ما قدر يعني يؤدي الغرض بالتداول مع الأشخاص لكن هناك امتدادات لميثاق دمشق من وسط المهجرين موجودين في إدلب وممكن تعاون معهم مستقبلا أو كذا وكذلك في دمشق يعني هو غير ناضج يعني نتحدث عن ميثاق غير ناضج نتحدث عن احتمالات في المستقبل يعني إذا بدنا نتعلم من دروس الماضي على أقل تقدير ألا يستحق السوريين في كل المناطق حتى في الخارج أنه لما حدا بده يطلع ميثاق أو حتى بيان بإسمه يحكي بإسم السوريين أنه على أقل تقدير أن يكون ناضج يعني لا يتم التعرف عليه ولا يتم ترجمة أخطائه ولا يكون هناك تبريرات وما إلى ذلك سيدة أحلام إذا ممكن لو لا أن الميثاق في شيء قابل للحياة ما اجتمح حوالي هذول الأشخاص وما لقى هذا النقد النقد بيعتبر إيجابي في سبيل تطويره لأنه في نقاط يجب أن تأخذ بالحساب كل السوريين هذا الميثاق لا يخص يا أستاذ مروان سمح لي أعطعك عند هاي النقطة وأسألك يعني اليوم بعد 8 سنين بعد كل هؤلاء الشهداء والمعتقلين والمهجرين في كل هذه المناطق اليوم بدنا نرجع نحكي عن مستقبل طويل الأمد لعمل سياسي بهذه الصيغة يعني ما المفروض أنه يكون هذا العمل أكثر نضج من الماضي اليوم لما يتم طرحه ما يتم الجدل عليه بهذه الطريقة ولكن يتم الحديث عن آليات تنفيذ اليوم السوريين بالثورة وبالمناطق المحررة وبالخارج أخذوا حرية وأخذوا قسم كبير من التوائم مع المجتمعات وتعلموا كثير أضفنا إلى خبراتنا كسوريين إن شاء الله بنقدر نرجع لسوريا ونحن هلأ لاجئين نرجع لسوريا لكل واحد خرج يقدر يبني بلوكة ويقدر عمر مدماج جديد في هذا الوطن يجب أن ننتقل طبعا سؤالك واضح جدا يحتاج السوري إلى كل شيء يعني بتمنى أنه يكون الجواب واضح يحتاج إلى أفضل من هذا وأفضل من هذه الصيغة وثماني سنوات علمتنا الكثير هذا بكفينا فريق هنا سوريا عادة ما يقوم باستطلاع رأيي على صفحة البرنامج على فيسبوك اليوم كان سؤالنا كيف ترى بيان مؤتمر ميثاق دمشق الوطني 71% بيشوفوا أن هذا البيان هو إفلاس حقيقي للمعارضة بينما 29% هي محاولة صياغة ميثاق وطني حقيقي أستاذ حسن تعليقك على نتيجة الاستطلاع وكيف ترى هذا البيان أيضا يعني يجب التمييز بين مسألتين كما سمعت من الزملاء الكرام قبل قليل بأن هذا الميثاق يدعو إلى مؤتمر وطني جامع أنا لا أرى ذلك يعني المؤتمر الوطني الجامع هو مسعى تنظيمي واضح الملامح ربما بعد انعقاد المؤتمر يتمخض مشروع رؤية تعبر عن هذا المؤتمر وعن تطلعات السوريين أما ما نراه في الميثاق هو عبارة عن رؤية هذه الرؤية لا تضيف إلى ما هو سائد أنا أقول ليست مفلسة يعني ولا أحاول أن أبخس حقا ولكن أقول هي لا تضيف قيمة معرفية جديدة إلى ما هو سائد يعني منذ فترة صدرت ورقة تسمى ورقة برليني مجموعة من المثقفين وأيضا تضمنت عدة بنود هي تكاد تكون متشابهة من سنتين التجمع الديمقراطي السوري بغازي عينتاب أصدر وثيقة الوثيقة تختزل كل ما يعني مضامين هذه الأوراق أوراق متشابهة لا تستطيع أو هي تقفز فوق الإشكال لا تستطيع المقاربة الحقيقية لأوجاع السوريين يعني الآن ما معنى الحديث عن مستقبل سوريا وعن قضايا أخرى الآن مثلا قضية المعتقلين السوريين يحاول النظام والروس الالتفاف عليها اليوم القضية السورية العملية السياسية تكاد تختزل بالسلة الدستورية ولا أحد يستطيع أن يتحدث أو أن يفعل شيء يعني العمل من أجل هذه القضايا الملامسة الحية لقضايا السوريين ولا يمنع من التفكير في قضايا المستقبل والرؤية المستقبلية أعتقد يعني هذا العجز ليس يخص ميثاق دمشق الوطني وإنما لدى كل النخب السورية التي تحول المثقفون فيها إلى تجمعات هي أقرب إلى الصالونات الأدبية عدم قدرتهم على ملامسة الإشكاليات الحقيقية هو ليجعلهم يميلون إلى التنظير على أي حال نتمنى أن يكون ميثاق دمشق مثمرا ونتمنى كما تحدثت الدكتورة سميرة أن يكون نوات لكل السوريين شكرا جزيلا على مشاركتك في هذا المحور أستاذ حسن النيفي وتفضل بالبقاء معي للمشاركة في المحور الثاني من هنا سوريا الشكر أيضا للدكتورة سميرة مبيض الأكاديمية والكاتبة السياسية والعضو المؤسس في ميثاق دمشق الوطني كانت معنا من باريس والشكر موصول للناشط السياسي مروان العشكانة معنا من بريمن فاصل قصير ونعود لمتابعة في المنسول